طيب ايه السبب? يعني ايه السبب? والله ممكن يكون برضو. لان انا لحستطى في حسين وتكلمت عليها كتير جدا والناس يعني اه. اتكلمت فيها وانا حتى تكلمت فيها لان طريقته الفردية اكتر من من اللعب الجماعي مع بعدي. حتى تلاحز كده في اوقات وانا قلتها على فكرة. اه. يمشي يقعد يعد بالكرة يمشي 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 واول ما تلاقي فيه ضغط عليه وما باصي. مظبوط. لا حسين اه لازم يراجع نفسه لو عايز يروح منتخب مصر. حسين اه لو عايز يبقى لي مكان اساسي في النادى الاهلي بالطريقة دي مش هيبقى موجود. انا بكون لك بكل امانة. اه بيرسي تاو النادى الاهلي يعني لو لو بيرسي تاو مش موجود. انت الدكة ما عندكش حلول برة. النادى الاهلي الفترة اللي جاية هيعاني كتير جدا جدا جدا. فانا شايف ان كولر مظلوم. لاني ما عندوش. انت ما تطلبش منه النهاردة الراجل. وما على الاهلي ما تطلبش فريق كبير. مع احترامي لشعاب واليزياد فرقة كويسة جدا. كل حاجة. بس فرقة مكتهدة برضه. مش الفرقة الخطر يعني. نارد الاهلي فلت من الهزيمة? ما اقدرش اقول فلت لان اهلي كان منظم بفعالي كويس قوي. بصراحة. نهاردة اه اه اه. صار وارد في الحاجات اللي زي دي. وارد في الفاول. كرس. اه الفاول. اه. وشبير يعني مصطفى يعني سبحان الله الظروف يعني كان ابو جابر رايح وبعد كده مراحش. فانا يقولك احنا عايزين جول لا. مصطفى شوبيل لازم تصبر عليه. هيبقى جول النادر الاهلي الفترة اللي جاي. الحاجة التانية انت قلت قولي على على التلاتة اللي قدام طاهر وآآ. التلاتة النادر الاهلي ما عندوش اي قليل بوجومية. نادر الاهلي مشوفتهاش من زمان اهلي بعيد قوي. الناس اللي قدام انت عندك بتاخد الكرة آآ آآ بتاخد يعني انت. هل المشكلة في مودست ولا المشكلة في حسين الشاحات ولا مشكلة. في التلاتة. في طاير محمد طاير ولا فيه احنا. لا المشكلة في التلاتة. المشكلة في التلاتة والمشكلة برضو عايز قلت لك على حاجة. امام عشور. انا ما امام عشور لعيبك قولية لعيب هاي. بس في امام عنده مشكلة كبيرة جدا لازم برضو ياخد باله منها. عشوائة الضغط عنده عشوية في الضغط. في مشكلة بيبيع الاتنين لقراءه. بيبيع الدفندرات. يعني في مشكلة ان ما ينفعش امام يضغط له واحده. ما ينفع. امام عنده باور. ده بس ده غلط. يعني فيه وقت ملقوات انت كاية مقتدر. مازي عايز يعمل حلول زي ما بتال كده حلول فردية. تمام. ده كويس اوي. بس ما ينفعش امام بكل كورة. امام بلا ايه بيضغط مكان الفرود. مكان مودست. بواقف جنب مودست ما ينفعش. يعني امام برضو لازم يخلي باله من الحاجات دي. الحاجة التانية احنا بالنسبة لي نادر الاهلي خرج النهاردة بنقطة مستحقة. مش بس لما هتلاعب فرق اقوى من كده الفترة اللي جاية مشكلة كبيرة جدا جدا. النادر الاهلي لازم يشوف من دلوقتي يدور على فرود. انت ما عندك تسعة دي كارثة. ما عندكش فرود خالص. مع الاقل من الكهربة فرق كتير اوي عن مودست. انت برضو كهربة مستغلوش خالص. دي الغلطة الوحيدة اللي بشوفها او الحاجة الوحيدة اللي باخدها على مرسيل كولر. ان انت كهربة مش مديلو اي دور. زي كانت نوعي اللي بيقول عايز نجح الصفقة بالعافية. مش بالعافية فلافيو لما جوزين ناس هجمق بس كان فلافيو. كان عنده. لكن مودست واضح ان مفيش حاجة. وبين مودست اسهل الحاجات حتى اللي هي بيسند اللي بيحض. مفيش. مش هقول لك بقى يعني دي حاجات سهلة جدا. مش محتاجة فرق دي يعني اه عالمي يعني. فمودست لا يعني انا شايف ان الفترة اللي جاية يطلعه حد من تحت. يا ام اعتمد على الكهرباء. وجهة نظر يعني يطلعه حد من تحت. مش مش هيفرق كتير. بالعكس هيبقى يعني عنده اه. عنده حامية شوية وانتمان لادل اهلي. هي هيموت نفسه يعني ايا كان هو اسمه ايه اللي انا معرفش مين في الناشئين يعني. كابتن واقلة. هسألك? هسألك على مستوى امام عشور. النهاردة مش في المستوى خلالنا صراحة. لا بيختلف معك في دي. لا انا شايف ان هو كويس اه هو انا برضو. ما احترام لك والله وتقديري فوق يعني بجد. امام. طب ممكن اعرف بس السبب ايه? يعني هو الوحيد النهاردة اللي بيمس الكورة. امام. عنده امكانيات اعلى.